كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلية وأشار سيد الرئيس إلى أن مصر طلبت الحكومة الإثيوبية طلبتها على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأديال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أسمح لي هنا بمعواد التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر طرق إلى حد التهديد الوجودي وود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخذن بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبد بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا ترجمة نانسي قنقر